مصطفى آغا في رسول جابها الرسالة وحسب ما فهمت قال الموضوع مهم ادخل مولاي هالرسالة بعثة أحمد باشا عم بيأكد لنا الأخبار اللي سمعناها لياس باشا فعلا رفع راية التمرد وأحمد باشا عم يجهز أموره ليقود الحملة مولاي نحن تحت أمرك حسين آغا انت طلع قابلنا وخبر أحمد باشا بيأوامري اللي بكل قوتك يهجوم على هالخاين وانت كون معه بكل خطوة تقمر يا مولاي رح أطلع بأقصى سرعة جهز الجنود يا رئيس الحرس نحن رح نأذر أحمد باشا موسيقى 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 المترجم للقناة 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 حاكي بالتفصيل عن هزرفان المترجم للقناة جدران المترجم للقناة 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 روح لعند الياس باشا وخبره قل له ما في داعي يقلق السلطان مراد رح يستنى اشتركوا في القناة هذا هو مولاي بس ما قدرنا نوسعو اكتر من هيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا الله شكرا اشتركوا في القناة 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 لو كنت رجال كنت اطلعت واجهتني والله لدفعك تمن اللي عملته غالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والخوان انهزموا والكلاب اللي بايعوا هالخاين منضموا للتمرد قطينا عليهم كلهم حسين اغا مرني يا مولاي اعطيني القوس طبع الفرس يا سباشا متذكروا لهالقوس؟ هاد القوس اللي بعته صديقك شاه الفرس هدية لإلنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة